إيران تسعى بكل ما تملك من أوراق لتعزيز قدراتها الجوية والدفاعية بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في عمق أراضها الأمر الذي كشف ضعف دفاعاتها الجوية لذا تخوض طهران مفاوضات مع روسيا للحصول على مقاتلات سوخوي 35 لتعزيز سلاحها الجوي لمواجهة القوة الجوية الإسرائيلية التي تمتلك طائرات متطورة من طراز F-35 الأمريكية إذن لماذا الإسرار الإيراني عليها؟ الإجابة تكمن في قدرات سوخوي 35 المختلفة إذ تحمل أجهزة رادار متطورة وتصعب رؤيتها أثناء قصفها لأهدافها مباشرة فضلا عن استخدامها الأسلحة الذكية ضد الأهداف الجوية والأرضية والقدرة على قصف تلك الأهداف داخل المناطق المعادية وهذا في حد ذاته يمنح سلاح الجو الإيراني قدرة قتالية في حال حصوله عليها وبعد ما حدث في أصفهان وفشل منظومة S-300 الروسية في التصدي لهجمات الإسرائيلية بدأ الإيرانيون يفكرون أيضا في الحصول على منظومة S-400 الروسية والسبب في ذلك أنها تعتبر واحدة من أهم أنظمة الدفاع الجوي في العالم لما لها من قدرة كبيرة على تدمير طائرات التحكم والاستطلاع والطائرات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية يضاف كذلك إلى ما سبق قدرتها على الكشف عن أهداف معادي على بعد 600 كم وفي حال حصول طهران على هذه المنظومة منظومة S-400 سيكون بمقدورها تأمين منشآتها النووية والحيوية التي أرادت إسرائيل من خلال هجومها إصال رسالة لطهران بأنها قادرة على قصف العمق الإيراني إذن فإيران تحاول تطوير استراتيجيتها العسكرية الدفاعية والجوية في ظل استمرار نبرة التهديد المتواصلة بينها وبين إسرائيل